عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت في صوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء أقرأ عليكم روايتين خطيرتين من أخطر الروايات تخبرنا عن الشيعة فماذا تقول هاتان الروايتان أقرأ عليكم من رجال الكشي من الصفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة بسنده بسند الكشي عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله إذن لا بد من معرفة هذه الأحاديث لا بد أن نشخص العباسيين الجدود لا بد أن نبحث عن السفياني وعن الخراساني وعن اليماني لا بد أن نشخص الموقف الصحيح الذي يريده منا أئمتنا أنا لا أتحدث مع اللادينيين لا شأن لي بهم ولا أتحدث حتى مع الشيعة غير المتدينين لا شأن لي بهم ولا أتحدث مع الشيعة المتدينين من أتباع المذهب الطوسي ومن القطبيين في الأحزاب الشيعية البترية القطبية لا أتحدث مع هؤلاء أنا أتحدث مع الذين يقولون إننا زهرائيون إننا حسينيون إننا مهدويون إننا منتظرون لإمام زماننا أتحدث مع الذين يعيش الهم العقائدي المهدوي بين جوانحهم أتحدث مع هؤلاء إمامنا الصادق هكذا يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله علينا أن نعرف هؤلاء أن نطلع على هذه الأحاديث أن نشبع عقولنا وقلوبنا بهذه الثقافة كي نتلمس السير الصحيح في الطريق الصحيح بعيدا عن هؤلاء الكذابين كي ننجو من ضلال المذهب الطوسي استمعوا إلى هذه الرواية استمعوا إليها هذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن استمعوا إليها إنها خطيرة جدا الحديث الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة من الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئتين بسنده عن علي بن يزيد الشامي قال قال أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال قال أبو الحسن قال أبو عبد الله يحدث عن أبيه الصادق ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع ينتحل يعتقد قاعدة خطيرة في فهم القرآن نحن نتحدث عن مرحلة التأويل مرحلة التنزيل نسخت آيات النفاق في مرحلة التنزيل كانت في منافق المدينة في منافق زمان التنزيل لكنه في مرحلة التأويل فإن الآيات لها دلالة أخرى وهذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن هذا هو الذي أحدثكم عنه دائما من أنني أأخذ المعارفة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم هناك قواعد للتفسير هذه قاعدة من جملة قواعد التفسير إمامنا الصادق يقول ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع آتيكم بمثال لآيات واضحة جدا بهذا بهذا الصدد وبهذا الخصوص وسأعود إلى هذه الآيات كي أحدثكم عنها بنحو مفصل حينما يصل الحديث إلى المذهب الطوسي اللعيم لكنني سأحدثكم عنها بشكل مجمل وسريع سورة الحديث من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها أتمنى عليكم أن تنصتوا أن تتدبروا أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وأتمنى عليكم بعد البرنامج أن تعودوا إلى القرآن إلى هذه الآيات كي تنظروا فيها وأتمنى عليكم ثالثة أن تتابعوا الإعادات هذه حلقات خطيرة بالنسبة لكم ماذا تقول آيات سورة الحديث يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الآية واضحة في دلالتها الإجمالية أعيد قراءتها عليكم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إنه يوم القيامة إنها القيامة الكبرى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الآية التي بعدها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ماذا يقولون لهم يوم يقول المنافقون قرأت عليكم قبل قليل ماذا قال الصادق في هذه القاعدة القرآنية التفسيرية ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع ينتحل يعتقد لكنه ليس من محمد وآل محمد مثل ما قال إمامنا الرضا عن الذين وصفتهم الروايات بقتلة الحسين في آخر الزمان الإمام الرضا قال عنهم من أنهم ينتحلون مودتنا لكنهم ليسوا منا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات هؤلاء الشيعة الصادقون الشيعة المخلصون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم بحسب القاعدة التي مرت علينا فهؤلاء شيعة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا دققوا النظر في الآيات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نختبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم هؤلاء ما هم بمنافق مرحلة التنزيل منافقوا مرحلة التنزيل لم يكونوا يعتقدون بالإسلام على الإطلاق هؤلاء منافقوا مرحلة التأويل يعتقدون بجانب من الدين لكنهم يحملون عقيدة ضالة ينتحنون مودتنا وليس منها ينادونهم المنافقون والمنافقات ينادون المؤمنين والمؤمنات ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم ذهبتم في طريق آخر وتربصتم تربصتم بنا نحن الذين دعوناكم إلى الهدى وتربصتم وارتبتم أخذتكم الشكوك وغرتكم الأماني إنها أماني الدنيا حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور إلى آخر الآيات الآيات التي بعدها ترتبط بها وستأتي هذه الآية في السياق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وسيطول الأمد وطال الأمد على الشيعة الذين ماتوا في زمان الغيبة وقست قلوبهم هذه الآيات تتحدث عن المذهب الطوسي بشكل واضح سأعود إليها حينما يصل حديثنا إلى المذهب الطوسي اللعين إمامنا الصادق هو الذي قال ما أنزل الله سبحانه آية في المنافق كل الآيات ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع وهذه الآيات واضحة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا التمسوا نورا من أولئك الذين ضللوكم فضرب بينهم بسور له باب أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث الاسترابادي النجفي شرف الدين هذه هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الرواية طويلة أذهب إلى سطر منها ينادونهم ألم نكن معكم الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه هكذا يقولون ألم نكن معكم في الدنيا نبينا ونبيكم واحد وصلاتنا وصلاتكم وصومنا وصومكم وحجنا وحجكم واحد هؤلاء ما هم المخالفون المخالفون حجهم يختلف عن حج الشيعاء وصومهم يختلف وصلاتهم تختلف لكن هؤلاء هكذا يتصورون من أن صلاتهم كصلاة هؤلاء باعتبار أن العنوان الدنيوي الذي كان يطلق عليهم من أنهم شيعة ألم نكن معكم في الدنيا نبينا ونبيكم واحد وصلاتنا وصلاتكم صلاتنا تختلف عن صلاة الطوسيين الطوسيون يعتقدون أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يبطل الصلاة ألا لعنة على صلاتهم ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على مرجعيتهم ألا لعنة على فتاواهم القذرة النجسة صلاتنا نحن نعتقد أنها لا تقبل ولن تكون صحيحة إلا بالذكر الواجب القطعي لأمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير هذا هو سر طهارتها وسر صحتها وسر قبولها علي 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 برغم أنا في المراجع القذرين الطوسيين الروايات تقول من أن رسول الله وأمير المؤمنين سيقولون لهم يا قذرون يا طفسون وقد قرأت هذه الروايات عليكم ما عندي وقت وإلا هذا هو المصدر تفسير إمامنا الحسن العسكري ما عندي وقت كي أقرأها عليكم فيقولون المنافقون والمنافقات من الشيعة ألم ألم نكن معكم في الدنيا نبينا ونبيكم واحد وصلاتنا وصلاتكم وصومنا وصومكم وحجنا وحجكم واحد الرواية الرواية طويلة قرأت من الصفحة الحادية والستين بعد الستمئة في الصفحة التي بعدها إنه الحديث الثالث عشر بسنده عن سعيد بن جبير وسعيد بن جبير يروي عن عبد الله بن عباس وإلا لم يكن قد أدرك رسول الله عن سعيد بن جبير قال سئل رسول الله فسعيد يروي عن عبد الله بن عباس عن سعيد بن جبير قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله عز وجل في هذه الآية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب سئل عن هذه الآية فماذا قال رسول الله قال أنا السور وعلي الباب ليس يؤتى السور إلا من قبل الباب فهل تقبل صلاة من دون علي؟ يا أيها الشيعة الدخول من الباب والصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بذكر علي إلا بتزيينها بهذه الزينة إلا بتشريفها بهذا التشريف صلاة هنا لا شرف لها ولا شرف فيها شرفها عين لام هذا هو شرف صلاتنا وهذا هو سر قبولها علي 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 رسول الله هو الذي يقول أنا السور وعلي الباب وهذا وهذا يتحدث القرآن عن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب رسول الله يقول أنا السور وعلي الباب ليس يؤتى السور إلا من قبل الباب ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ماذا نقرأ في الهداية الكبرى للحسين بن حمدان وهو من الغلات لكنه أورد الكثير من الأحاديث في كتابه من أحاديثهم صلوات الله عليهم هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة خمسمية وأربعة وسبعين إنه الحديث الثاني المفضل ابن عمر يقول سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان ذكرهم في قرآنه هذه آية من الآيات التي تتحدث عنهم إنهم منافقو الشيعة منافقات الشيعة إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان تستمر الرواية محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا عن هؤلاء الإمام يجيبه يقول المنتحلة لولايتنا وليسوا منا ليسوا منا هم شيعة لكنهم ليسوا منا إنهم الشيعة الطوسيون فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين اللاعنون هم محمد وآل محمد هكذا في رواياتهم هذا الكلام ليس من عندي اللاعنون الذين ذكروا في القرآن هم محمد وآل محمد هؤلاء هم قتلة الحسين الصادق قال عنهم يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته والإمام الرضا يقول ينتحلون ولايتنا ولكنهم ليسوا منا ثم يلعنهم فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين تستغربون هذا مراجعكم السيستاني والبقي والذين سبقوهم من الطوسي إلى يومنا هذا يعتقدون بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة كان أميا مثل ما يقول النواصب القرآن حين ذكره بأنه أمي يتحدث عن انتسابه إلى أم القرى ولا دخل لموضوع القراءة والكتابة بهذا الوصف لكن السيستانية والذين معه والذين قبله والذين سيتون من بعده من أتباع المذهب الطوسي لأن الطوسي أيضا يعتقد بهذا مثل ما جاء في تفسيره التبيان يعتقدون بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة أحاديث أهل البيت تقول من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كاذب وملعون الروايات موجودة في المصدر هنا لا أستطيع قراءتها لضيق الوقت في علل الشرائع وغيره وقد قرأتها سابقا مرارا وكرارا في العديد من برامج فهؤلاء أتباع هؤلاء من هنا جاءت عليهم اللعنة فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعني هؤلاء هم قتلت الحسين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب السور رسول الله والباب أمير المؤمنين فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة هذه رحمة للمؤمنين للشيعة المخلصين وظاهره من قبله العذاب لأولئك المنافقين والمنافقات ينادونهم ألم نكن معكم كنا نزور الحسين ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تزورون الحسين وتخدمون الحسين ولكن تحت يعفطة المراجع الطوسيين الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا ما هو كلامي هذا قرآنهم وهذه رواياتهم وأحاديثهم وهذا هو الواقع لا تقبلوا تطبيقي على مراجع النجف وكربلاء وطبقوا أنتم هذه الروايات على من طبقوها لا تأخذوا بكلامي وقولوا من أنني مندس عميل حاقد كذاب ولكن عودوا إلى القرآن وتدبروا في هذه الآيات فهي موجودة في القرآن وعودوا إلى هذه الروايات فهي موجودة في مصادرها مثل ما قرأتها عليكم أنتم طبقوها على الواقع الشيعي على من تنطبق أسألكم بالحسين هل تنطبق على ثقافة قناة القمر أسألكم بالحسين إذا كنتم حسيني أم أنها تنطبق على العقيدة السيستانية على عقيدة الخوئي وعقيدة محمد باقر الصدر على عقيدة الطوسي على عقائد مراجع النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا طبقوها طبقوا هذه الآيات وهذه الروايات إلا إذا كنتم تريدون أن تنكر الآيات وتنكر الروايات أو أنكم تريدون أن تفسر القرآن وفقا للمنهج العمري وهذا نقض لبيعة الغدير لأننا في بيعة الغدير بايعنا على أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي وهذا هو القرآن بين أيديكم وهذه الروايات والأحاديث ولا تأخذوا بكلامي ولا تأخذوا بفهمي ولا تصدقوا بهذه التطبيقات العملية الواقعية التي أقوم بها بين أيديكم أنتم خذوا الآيات والروايات والأحاديث وطبقوها بأنفسكم على الواقع وابحثوا على الإنترنت وابحثوا في كتبهم وعودوا إلى برامجي وابحثوا فيها أيضا وحكموا على من تنطبق هذه الآيات وهذه الروايات لأن الأمر صار واضحا على الأقال عندكم أنتم الذين تتابعون برامجي الأمر صار واضحا على المستوى العقائدي أنا لا أتحدث عن السياسة أو عن المجتمع أو عن التحزب وعن التنظيمات والمجموعات أنا أحدثكم عن فكر علني فكران علنيان في الواقع الشيعي يطرحان بشكل واضح الفكر العلني الواضح الذي تطرحه قناة القمر والفكر العلني الواضح الشائع عند الشيعة وهو المشهور الذي تطرحه الحوزة الطوسية هذا هو الموجود على أرض الواقع المجموعات الباقية لا تمتلك منظومة عقائدية واضحة هناك في الواقع الشيعي الآن منظومتان عقائديتان واضحتان تطرحان بشكل علني المنظومة العقائدية الطوسية والمنظومة العقائدية الزهرائية التي تطرحها قناة القمر خذوا هذه الآيات وخذوا هذه الروايات وطبقوها على هاتين المنظومتين وأنتم احكموا بأنفسكم نذهب إلى فاصل قاربنا قاربنا على نهاية هذه الحلقة سأجعل ختام الحديث في هذه الحلقة بهذه الرواية الشريفة من كتاب صفات الشيعة إنه الحديث الثامن والعشرون ينقله ابن أبي عمير عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا يقول أئمتنا بعضكم يخاطبون الشيعة بعضكم أكثر صلاة من بعض وهذا شيء طبيعي الناس يختلفون في مستوياتهم العقلية يختلفون في طبيعة أعمالهم كما نوعا كيفية بعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضكم أكثر حجا من بعض وبعضكم أكثر صدقة من بعض وعنوان الصدقة عنوان لكل العبادات المالية للعبادات الواجبة والعبادات المندوبة حتى الخمس يدخل تحت هذا العنوان هذا بحسب ثقافة العترة واصطلاحاتهم أنا لا شأن لي بهراء الطوسيين فليذهب إلى الجحيم ولتذهب حوزتهم واصطلاحاتهم إلى الجحيم بعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضكم أكثر حجا من بعض وبعضكم أكثر صدقة من بعض وبعضكم أكثر صياما من بعض وأفضلكم وأفضلكم من هو وأفضلكم أفضل معرفة هذا هو الأفضل أعيد قراءة الحديث عليكم بعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضكم أكثر حجا من بعض وبعضكم أكثر صدقة من بعض وبعضكم أكثر صياما من بعض وأفضلكم أفضلكم من هو وأفضلكم أفضل معرفة هذا هو الأفضل وهذا هو الذي تدعوكم إليه مؤسسة القمر للثقافة والإعلام وهذا هو الذي تقوم به قناة القمر الفضائية من خدمة تضعها بين أيديكم برنامجنا متواصل نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر